زيزو ماشي ولا مكمل مع الزمالك طيب هنبدأ بس بموضوع العروضة كريم هل زيزو عنده عروض؟ اه زيزو عنده عروض وكيله اللي هو والده اللي اعتبر وكيله يعني حصل كلام مع زيزو ومع والده من قندية تركية ومن قندية خليجية زيزو لو نفتكر السنة اللي فاتت بعد انتهاء موسيوم الزمالك كان عنده عرض قوي جدا من الريان وكان عنده عرض تركي وعرض فرنسي وكان قريب من الانضمام للريان ولكن الامور وقتها الزمالك ادى ان هو يقنع اللعب بالبقاء وعدل له عقده واللعب استمر لكن الامور دلوقتي مختلفة زيزو بيفكر هو والده في الرحيل او يحصل ترضية مالية اخرى اكتر؟ اه انت عارف ان زيزو طبعا في دوش العقد في الزمالك برقم كبير جدا برقم محدش خدق الزمالك او عايز رقم اكبر كمان من اللي بياختر يام يطبع يام يحترف الزمالك بالنحة التانية بيفكر ازاي لحد دلوقتي برضو مفيش مجال للتفكير في رحيل احمد سيزو خالص في عقد وفي رقم ارتضينا به واتفقنا عليه طبيعي مفيش اي مجال لمنقشة اي عروض احتراف سواء وصلت ما وصلتش هتوصل الزمالك مش هيتكلم ولا هينقش خالص في ملف رحيل احمد سيزو الزمالك كان نخرج اه امام عشور ولكن الامور كانت مختلفة يعني تقدر تعوضه ممكن اللعب نفسه كان عنده الرغبة عقده بيخلص يعني قد قصص كده ولكن سيزو لا مجال في الزمالك للتفكير مش هقولك يعني الموافقة للتفكير في رحيل سيزو عن الفريق لحد دلوقتي وبنتكلم لحد اخر البطولة العربية ترجمة نانسي قنقر